أكد معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة نعيب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية أن مملكة البحرين وبفضل سياساتها الاقتصادية الراسخة ملتزمة بمواصلة الحفاظ على قدرتها التنافسية الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات المشجعة على إقامة مزيد من المشاريع التنموية الكبرى سواء تلك الممولة من القطع الخاص أو من الميزانية العامة للدولة وبرنامج التنمية الخليشية وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة قد زار صباح اليوم موقع مدينة التنين الصينية التي تقام ضمن مشروع ديار المحرق والتي من المقرر افتتاحها في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل نائب رئيس مجلس الوزراء قال إنه رغم ما تشهد المنطقة من أوضاع مالية استثنائية ناتجة عن التراجع الحاد في أسعار بيع النفط عالميا إلا أن إقبال رؤوس الأموال الأجنبية على مملكة البحرين في ظل هذه الظروف يعكس حجم الثقة في السوق المحلية المبنية على قاعدة تشريعية سليمة وأسس اقتصادية متينة توصف بأنها واحدة من أكثر الاقتصادات تحررا وانفتحا وأشاد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بجاهزية مدينة التنين التي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار أمريكي وما ترتب على ذلك من إنجاز المشروع في وقت قياسي بعد أن تم وضع حجر أساسه منتصف العام الماضي إذن ببدء أعمال الإنشاء والتطوير وقد بلغت نسبة إشغال المشروع من حيث استئجار وحداته التجارية 85% من إجمالي الوحدات المتاحة للتأجير كما تفقد معاليه مشروع شقق التنين المخصصة لإقامة أصحاب المتاجر والواقع على مقربة من المجمع التجاري والتي تم مؤخرا الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيبات فيها لتستقبل قريبا أول دفعة من ساكنيها خلال الأيام القليلة المقبلة وقال معالي الشيخ خالد بن عبدالله إن استقطاب مشروع مدينة التنين الصينية الذي يعد أحد أكبر المشاريع الواعدة في تجارة التجزئة والجملة على المستويين المحلي والإقليمي يبرز مد اهتمام الحكومة الموقرة بتحفيز بيئة العمل الاقتصادية والاستثمارية والتوجه الجاد نحو تنويع مصادر الدخل وذلك عبر اجتذاب مثل هذه المشاريع المحركة لقطاعات أخرى لا سيما السياحية نهيك عما توفره من فرص وظيفية حقيقية يكون للمواطن النصيب الأكبر منها على مساحة تبلغ 120 ألف متر مربع تظهر قصة نجاح جديدة للعلاقات البحرينية الصينية فمشروع مدينة التنين ليس مشروعا اعتياديا فمن المتوقع أن يسهموا بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني الذي يشهد بالواقع نشاطا متسارعا وذلك نظرا لما تقدمه الحكومة الرشيدة من تسهيلات للمستثمرين دور حيوي ستلعبه مدينة التنين تجاريا وسياحيا فنشاطها لا يستهدف المواطنين فحسب بل يسعى لاجتذاب الأشقاء في دول الخليج العربي كونه يعد أحد المشاريع الواعدة في تجارة التجزئة والجملة قد شرني ما شاهدته اليوم من تطور في هذا الموقع وهذا السوق الذي سيكون مركز ويجلب كثير من الزوار إن شاء الله لمشاهدته أن هذا المشروع الآن منذ ابتدأ وضعنا حجر الأساس العام الماضي واليوم الحمد لله شوفه مكتمل خلال 15 شهر اكتمل هذا السوق وإن شاء الله سوف نرى قريبا خلال شهرين إن شاء الله سيكون ممتلئ بالبضاء وممتلئ بالناص وهذا يدل في الواقع والمشاهدته اليوم من إقبال الحاجز على هذا السوق من الشركات الصينية لعرض بضاءها يؤكد العلاقات القوية بين المملكة البحرين والصين الشعبية ويؤكد أيضا الثقة في الاقتصاد البحريني وكذلك التشريعات البحرينية التي استطاعت أن تواكب وتسمح لهذه التجارة وهذا القطاع من التجارة أن ينمو في هذه المنطقة اليوم التاجر والمقاول البحريني يتوجه إلى الصين لشراء كثير من البضاء وشراء المواد البناء إن شاء الله سوف يتوفر له ولجميع العاملين في منطقة الخليج وخصوصا المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الشقيقة سوف يكون مركز لتسوقهم في هذا الموقع مشروع فريد هو الأول من نوعه في البحرين يفتح الآفاق لفرص النمو والابتكار شيد في القطاع الجنوبي الغربي من مشروع ديار المحرق وتم بنائه وتصميمه بطابع التراث الصيني الممزوج بأساليب العمارة الحديثة ويضم 747 متجرا لمبيعات التجزئة إلى جانب منطقة مخصصة لمخازن البضائع بمساحة 4500 متر مربع إلى جانب مرافق أخرى ولا شك أن هذا المشروع يوفر الكثير من العمالة بأشكالها المختلفة والوظائف فلا شك أنه سيكون عاما من عوامل تحرك الاقتصاد البحريني وكذلك هذا المشروع سيخلق بإذن الله صوت أكبر للمملكة في التعاون القائم بين البحرين والصين من خلال هذا المشروع سيتم استثمار الشركات والخدمات الصينية لما فيه مصلحة الاقتصاد البحريني ليلعب دورا أفضل على المشتوى الإقليمي مشروع مدينة التنين الصينية يضفل مزيدا من القوة والمتانة على العلاقات البحرينية الصينية التي ازدهرت نتيجة للزيارة المثمرة التي أجرها حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حافظه الله إلى بكين مؤخرا التي أكدت على أهمية دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين الصديقين بسام نبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا اليوم البحرين gs البحرين إن جهير البحرين التحييير البحرين